النهاردة الجهاز الفني بقايد روي فيتوريا خدوا مهند لاشين بدلا من أحمد نبيل كوكا اللي أصيب في المرأة والكلام طلع أنه كان فيه تفكير كتير في طريق حامد وأكرم توفيق وفي حقيقة الأمر وبحسب مصادرنا التفكير في بديل كوكا كان بين اتنين لعيبة الأول هو مهند لاشين اللي انضم بالفعل والتاني كان نبيل عماد دونجا لعب نادي الزمالك دول الاتنين اللي كان بيفكر فيهم روي فيتوريا ما كانش فيه ولا أكرم توفيق ولا طارق حامد طارق حامد واحد من لعيبة الرائعة جدا بس هو الراجل قرر الاعتزال الدولي وأكرم توفيق بحسب وجهة نظر الراجل بحسب معلوماتي يعني لسه ما شفوش كتير خد بالك روي فيتوريا جاي وكان أكرم توفيق أصيب فما كانش لاحق يبص عليه بالقدر الكافي ولكن طبعا يبقى أكرم توفيق واحد من عناصر اللي أكيد هنشوفها في المنتخب في الفترات اللي جاية حتى لعب نادي الزمالك اشتركوا في القناة